موسيقى دكتور نور فانسوكينشا بالحزاب السلسلين من بيت السياسة النظيفة الشريفة في مصر في زمن عز فيه الشرف فيه أحزاب كتير في مصر يعني عندها باع طويل جدا في الشرف والأمانة والعزاها ولكن اللي تعلمناه هو التنسيقية دروس تدرس لأجيال سواء هتمارس السياسة أو لا أول حاجة تعلمناه هناك حرية الرأي أول حاجة تعلمناه هناك إزاي تقول رأيك بحرية حتى لو كان صارخ وعلى أقصى درجات المعاطن أتمنى أن جميعا نحزن هذا الحدس أتمنى جميعا نحزن هذا الحدس أنا بوجه إزايها تشكر أولا لكل المتأملين علينا إن هم عرفونا حجم غلاوة القضية وعظمتها وحجم غلاوتنا عن كل الداعين على مستقى مصر والوطن العرش حقيقي بشكرهم لو لا هذا التأمر ما كناش عارفنا الدعم اللي في ظهرنا واللي مقاوي قلبنا النهاردة أكيد والله بشكرهم واحد واحد وهتوجه ليه وبالشكر شخصيا إن شاء الله في وقت قريب جدا ثانيا بشكر كل الدعمين بإخلاص اللي نعرفهم وإن ما نعرفوش اللي اشتغلوا معنا وإن ما اشتغلوش كل التوليكونات اللي جات لي من الأصدقاء بره سواء كل الدول العربية والأفريقية وزمناء لينا في العمل السياسي تقابلنا في المؤتمرات الوطنية للشباب والمؤتمرات والمتدايات العالمية بالعاية الساد الرئيس بشكرهم جميعا على هذا الدعم ولولا دعموكم وحبوكم وإخلاصكم من القضية أولا وحبوكم ومصداقية نور الشيخ ومحمد عزمي عندكم ما كناش في هذا الموقف البطولي الآن عفوا ما هو مش بطولي ولكن دي حقوق وأعتقد إن إحنا في موقف لا يمكن التراضع عنه إن إحنا نجيب حقوق كل الناس دي إن إحنا نحن حقوق الشهاب اللي طالع بعد كده عشان يبقى السياسة بكل أريحي هو الشاب ده لو طالع الدهاردة وشايف إن في رمز الحركة الوطنية سمحمد عزمي بيشتغل بقى له 8 سنين بيحصل النهاردة فيه كده فقل لي طموه هايبقى عابل إزاي ولا هايبقى عابل إزاي ينتهي مبكرا وان؟ وقبل الشباب ينتهي مبكرا